النهاردة في جهد محترم في زيارة قام بيها اللواء عباس كامل مدير البقابرات العامة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة التقى فيها برئيس مجلس السيادة السوداني والسيد نائبه ثم بعد ذلك التقى السيد عباس كامل أو اللواء عباس كامل بحمدوك رئيس الوزراء السوداني ثم اختتم سلسلة اللقاءات في العاصمة الخرطوم مع وزير الدفاع السوداني كانت كل هذه اللقاءات اللي حضرها اللواء عباس كامل مدير مقابرات العامة المصرية نقل فيها أولا تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأشقاء في السودان قيادة وحكومة وشعبا ثانيا تم التباحث حول كل الملفات ذات الاهتمام المشترك أولهم طبعا ملف سد النهضة لأنه اهتمام ثنائي مصري سوداني والتفاوض ثلاثي مصري سوداني إثيوبي أضف إلى ذلك التعاون الإقليمي والتعاون في باقي الملفات محل الاهتمام المشترك خصوصا أن هناك العديد والعديد والعديد من الملفات اللي تهم السياسة في البلدين مصر والسودان بلدين لهم خصوصية مختلفة مصر والسودان بلدين تجمعهم عناصر ومشتركات كثيرة لدرجة أنه في بعض الأحيان صعب أن انت تميز مصريين عن سودانيين ونحن لدينا ماضي مشترك وحاضر مشترك ومستقبل كمان تطلع أن يكون مشتركا عبر صلاة الود والاحترام والتعاون المتبادر المتبادر